مرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة الاجداء والتميز ابدع واستمتع النهاردة بنشارك معاكم مجموعة من الخفاية والاسرار اللي موجودة فعلا على الويندوز بس الكتير منكم بعرفش عنها حاليا واول حاجة بنتكلم عنها النهاردة هو تسجيل الصوتي اللي موجود عندك على الويندوز علشان نخش على التسجيل الصوتي هنروح على علامة الويندوز في الكيبورد ويندوز ونكتب فيز ريكوردر هايزهر لنا هنا هو في القايمة ادي اللي هو التسجيل الصوتي دوس على علامة التسجيل زي ما انت شايف بيبدأ يعيد وبيبدأ التسجيل هنا هوت بقى حاجة اسمها هنا هوت تقدر تضيف اجزاء مهمة في الحاجة اللي انت بتسجيلها يعني لو فرضنا انت بتسجل مخاضرة مسلا وفي جزئية مهمة عايز ترجع لها بعدين فبيجيب لك الماركر هنا هو قدامك وادي العلامة ظهرة تمام هنا برضو مجموعة تانية من الامكانيات تقدر تشوف مكان الملف بتاعك مسلا تقدر تروح تفتحه تعمله 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 تاخده لأي مكان اخر او تقدر تعمل للملف الصوتي عشان تقدر تبعاته مسلا باسم معين عشان ما يتوشش من ضمن الاسماء او المعلفات كتيرة اللي انت بتسجيلها فتقدر تكتب مسلا اسم المخاضرة بتاعتك تمام وتسجيلها عندك على الجهاز تمام بعدين تبعاتها لنفسك او لاي جهاز اخر تمام تقدر هنا هو برضو تعمل دريت وتقدر تقطع اللي انت جزء اللي عايز تقطعه تقدر تعمل كمان شير تبعاتها عن طريق او اي برنامج انت ربطه بالويندوز عندك وطبعا تقدر كمان تشوف هنا هو عندك اعدادات الميكروفون تحدد الميكروفون اللي انت عايز تسجل به تقدر تفتح وتجيب الملف بتاعك عشان تبعاته لأي مكان اخر والامكانية التانية اللي هنتكلم عنها النهاردة هو امكانية وضع ساعة جديدة او اه ميقاد جديد للويندوز تقدر تعرف اه الساعة كان في اي بلد تانية تمام يعني لو عايز تبيل مثلا انت موجود في السعودية وعايز تعرف التوقيت في مصر تقدر تحط ساعة اضافية عندك تمام تقدر تبص عليها على طول لو انت محتاج تعرف التوقيت في اي بلد اخرى عشان تعرف اه ازاي تضيف في نهوة الساعة بنروح على علامة الساعة بنعمل تمام زي ما تشايفين بعدين من اختار ادجاست تايم ان ديت ادي هنا هو بتجيلك القايمة تمام وتقدر هنا هوة تضيف التوقيت اللي انت عايزه بتعمل هنا هوة اهو هتضيفها من ضمن الساعات اللي عندك تختار التوقيت اللي انت عايزه وبعدين تعمل له اضافة اهو على سبيل المسال مسلا اخترنا كايرو وعملنا لاضافة هنروح تحت برا خالص ونشوف هتلاحظ هنا هوة اي دي الساعة وتحتها يعني التوقيت عندي وهدي التوقيت في القاهرة ادي الفرق في التوقيت واضح اهو طيب نقدر نعمل حاجة تاني ان انا اروح تاني او اضيف توقيت اخر تمام على سبيل المسال تمام هنروح اهو اد كلوك ادي الساعة المتضافة عندنا اللي هي كايرو اقدر كمان اغير الاسم تمام اخليها كايرو او نكتب مسلا القاهرة نكتب القاهرة تمام ادي الضفة عندنا هنا واضح فيها دلوقتي ادي التوقيت كمان القاهرة ظهر عندي من دمن الموقيت اللي انا محتاجها هتقدر برضو تضيف دولة كمان هنعمل نفس الخطوات على التوقيت وبعدين عدد بعدين اد كلوك هنضيف دولة تاني هدي تمام ولنفترض مسلا عايزين نشوف توقيت الرياض مسلا ندور هنا على توقيت الرياض خلاص بنضيفه بنعمل اوكي نروح على طول التوقيت ونشوف الساعة اللي عندنا ادي عندنا تلات موقيت التوقيت الاساسي اللي بتاعي وتوقيت القاهرة وتوقيت الرياض دي كانت احدى المزايا الجميلة اللي في ناس ما تعرفهاش في الويندوز بشأن اضافة مواقيت جديدة للوقت الحالي اللي انت بتكون موجود فيه والميزة التالتة اللي هنتكلم عنها النهاردة هو امكانية التنقل ما بين الويندوز اللي انت فتحها او البرامج اللي انت فتحها تحت عندك في عن طريق ان انت بتدوس على علامة الويندوز ورقم البرنامج او رقم الابليكيشن المفتوح يعني على سبيل المسال اهو بندوس مسلا ويندوز وان بيفتح لي ادي الايميل ادي علامة الويندوز معتوه بيفتح لي الماركت اللي حسب ترتيبه تحت هندوس مسلا ويندوز سري هيفتح لنا اه الجوجل كروم وهكزا حسب ترتيب كل ملف اه او كل ابليكيشن انا فتحه تحت في والميزة الرابعة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي اللي هو موجود عندك تحت في لما تدوس عليها هتلاقي ميزة جميلة جدا هو ان انت تقدر تعمل جديد ليك تشتغل عليه يعني تقدر تخصص اكثر من تقدر تشتغل عليهم وده برضو بيبقى جميل ان انت لو فيه شغل مسلا موجود على دوت مش عايز تغيره او تشيله تقدر تعمل اهو جديد تختار اهو فاضي وتقدر تحط فيه اللي انت عايزه تشتغل من خلاله وتقدر تتنقل ما بين اه الديسكوتوب المختلفة وتقدر كمان تعمل لهم وتغير اسمائهم حسب لو فيه اكتر من مستخدم للويندوز حسب لو كان فيه اكتر من مستخدم لجهاز والامكانية الخامسة اللي هنتكلم عنها النهاردة هو امكانية الشيك عند سناب وده امكانية لذيذة جدا ان ان انت ممكن لو عندك اكتر من ويندوز مفتوح وبرامج كتير مفتوحة عايز تخفي كل البرامج مرة واحدة كل ما عليك هو انت تقف على اي منهم فوق وتعمل اهتزاز بالماوس بتاعك فبيخفي كل اللي موجودة عندك على الشاشة وبيخلي الوحيد اللي انت دايس عليه وبتعمله او اللي انت بتعمله اهتزاز وهو زي ما انتم شايفين مجرد ما بتعمل اهتزاز تختفي كل البرامج التانية وبتفضل بس الشاشة البرنامج اللي انت واقف عليه تقدر كمان تعمل يعني تقدر تعمل مسلا محازاة على اليمين عن طريق انت بتدوس ويندوز وسهم يمين او محازاة على اليسار عن طريق ان انت بتدوس ويندوز وسهم شمال وتقدر تغير ما بين الويندوز المفتوحة او اللي مفتوحة عندك على الكمبيوتر بهذا الشكل بحيس ان انت مسلا لو عايز تفتح برنامجين قصد بعض كل ما عليك انت توفع البرنامج وتعمل محازاة يمين يبقى ويندوز يمين او ويندوز شمال سهم شمال. وكده بتعمل محاذاة اه للبرامج اللي مفتوحة عندك على الجهاز. كشكل تنظيم جميل اثناء العمل. والامكانية السادسة اللي هنتكلم عنها النهاردة هو يعني البرامج اللي بتفتح معاك في بدء تشغيل الويندوز. وده قد يكون لها تأثير كبير جدا في سرعة الجهاز واداء الجهاز بشكل عام. عشان تشوف البرامج اللي بتبدأ معاك في لما تفتح الجهاز هتقف على علامة الويندوز وتكتب هزهر اهو علامة الصح اللي هي معمولة عليها يعني البرامج مفتوح بيفتح معاك في لما تفتح الجهاز. هنا على سبيل المسال الجوجل كروم عندك بيعمل يعني بيكون له تأثير قوي على وده ممكن يأثر في بطء الجهاز او ان الجهاز ياخد وقت اطول في آآ الفتح. فممكن هناك تعمل تقفل الجوجل كروم. ما يفتحش غير لما تحتاجه او ما يكونش يجاهز عندك للفتح غير لما تحتاجه. وتبدأ طبعا تراجع هناك قائمة البرامج. البرنامج اللي انت تحس ان هو له او تأثير قوي على الويندوز تقدر تعمل تقفله بحيث ان هو ما يأثرش على سرعة البرنامج والاداء بتاع البرنامج خصوصا عندها بدء فتح الويندوز. اهو تقدر تعدل في القائمة اللي انت عايزه سواء لحسب رؤيتك انت وحسب رغبتك. والامكانية الاخيرة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي او النظارة التكبير والريد على اود وامكانية القراءة بصوت عالي. ودي احدى الامكانيات الجميلة اللي بيوفرها الويندوز يعني تقدر تكبر آآ صورة اي حاجة موجودة عندك على الشاشة. علشان تفتح هذه الامكانية بتدوسها لعلامة الويندوز عندك في الكيبورد زائد علامة الزائد. هيتفتح معاك ان هو وريد الاوت. ادي شايف علامة البرسنتجة هي العلامة المئوية تقدر تدوس عليها بالزائد او بالنقص ويكبر لك الشاشة زي ما انتم شايفين. هنخش دلوقتي على اي شاشة. ولتكن مسلا اي حاجة في النيوز في الاخبار. اهو. وجرض ما بتدوس على علامة التكبير بيكبر لك الشاشة وتقدر تقرأها بشكل واضح لو في حالة ان الفونت او الخط مكتوب كان صغير جدا. اهو. وبعدين تقدر ترجع تاني. تخليها مية في المية زي ما كانت. تمام? اما بالنسبة لامكانية القراءة بصوت عالي بجرد بس ما بتقف على اي حاجة وتدوس على علامة التشغيل على طولها هيشغل لك الصوت اهو. هاو. بيبدأ القراءة. ودي طبعا امكانية جميلة جدا بحيس كمان ان انت لو اه مش فاضي مسلا تقرأ الخبر او كده. مجرد ما بتعلم على بداية الخبر وتدوس بلاي. بيبدأ يقرأ لك كل الاخبار او كل الكلام اللي موجود في الصفحة دي. وتطبعا تقدر تستخدم الامكانية ديت على اي او على اي برنامج موجود على الويندوز مش لازم كمان على الانترنت براوزر ممكن كمان تشغلها على الورد فايل وعلى النوتباد وعلى اي برنامج مرتبط بالويندوز. ما اعجبتكم الامكانيات والاسرار اللي اتكلمنا عنها النهاردة ياريت ما تبخلوش على قناتكم قناة الابداع والتميز بلايك وسبسكرايب في القناة ونشوفكم في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله.